اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشعير اكلة امي خليها سمك النهاردة ولكن السمك اسئلة كتير على السوشيال ميديا ايه موضوع سمك التعبين سمك التعبين مش التعبين اللي التعبين التعبين السمك ده نوع التعبين دي نوع من انواع السمك طبعا لطيفة وجميلة وانا شخصين بحبها احب كلها مقلية بتبقى لطيفة وكريزبي لطيفة النهاردة عملها مع الرز برام يعني طاجر مع الرز كده هنشوف نعملها مع بعض ازاي والرز ياخد طعم التعبين بالفليفر والتوابل معانا الكابوريا النهاردة هنعملها صنية في الفرن صنية الكابوريا بالخضار مع بصل ومع فلفل الوان ومع كسبرة خضرة وفها حب كمان ازاي نعملها وتبقى الكابوريا فيها الطعم اللطيف وانقاز از كابوريا معانا صنية البطاطس النهاردة بالكسبرة والمايونيز هنشوف نعملها مع بعض ازاي يعني كنت ممكن نقدم صنية الطحينة ممكن نقدم صنية أخرى صنية البانجر مع السيفود ولكن حبيت النهاردة صنية البطاطس بالمايونيز عشان الأطفال يحبوها جنب السيفود حلقة تفاق تفاصيل كتيرة النهاردة فيها معلومة غير معلومة واحنا بنعمل سمك التعبين النهاردة بناء رغبة السادة المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من خلال السوشيال ميديا هسأزنا حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع بعض الفاصل نشوف أسرار ومعلومة غير معلومة أو أتروحوا بعيدا ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد معانا النهاردة سمك التعبين هنعملها الطاجر في الرز نشوف نعملها مع بعض إزاي والأكلة دي لطيفة مش لازم ناكلها كل يوم ممكن مرة في الشهر في المناسبات تعبين أكلة لطيفة ولكن مش المعتادة نحن بناكلها دايما يعني اللي بيحبها تعبين سمك التعبين بنشتريها من أي حلقة سمك موجودة معانا ومعانا رز مصري ومعانا قليل من الحليب واحد كوب ومعانا ماء شربة أو مية مغلية عادي وزبدة وبصل وتوم وبهارات بهارات بتاعتنا الأساسي فيها كمون وكزبرة والحبهان تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي سمك التعبين طاجن في الرز مقادرها بسيطة وسهلة وتقدر يتأكلها لأولادك الأطفال هتقول لي يا مقاز التعبين دي لها كمغ زي عالية طبعا ممتازة جدا ومفيدة جدا وفاق فسفور وفاق أم جسري والدهون بتاعتها دهون آمنة والتعبين من الحاجات اللي هي ما بتبقاش رعية مش بتاكل أي حاجة فاللحم بتاعها لحم نظيف عاملة زي الأرانب كده في في الأكل الأرانب طبعا إحنا عارفين كلنا اللحم بتاعها عبيض ولطيف وجميل ونقي تعبين نفس القصة لها تعبين رعية ولا يقول لك تعبين مزارع ولا الكلام ده تعبان بتلاقي لطيف زي كده بالشكل طبعا أنا سالخها علشان طبعا إيه عشان نخرس بموضوع الدم والحاجات دي وانا بتتسلخ ازاي هو ده الكلام بنيجي من عند رأس التعبان وبنقطعه كده كأننا بنتباحه حلو الكلام آه يعني بنقطعه داير ميدور وبرها خالص كده بصير طرف السكينة بنخلق جلدة لغاية لما نقدر إن احنا نتحكم فيها وبواسطة منديل بنمسك الرأس وبنديل تاني بنمسك الجلدة وبنسحبها بتطلع بكل سهولة زي الشعرة من العجينة بيجي تسلخ معنا وتبقى بالشكل الجميل ده وتتغسل من جوه وشايفين النظافة هي ده التعبان اه التعبان صاحي وزي الفل واللحم بتاعه جميل تمسها ليه مخرج ده اه التعبان ده بصراحة الصغير الحلو ده يتاكل كله مع بعضه مش محتاج بقى حاجة يعني ولكن اللطيف فيه تحب تاكله ايه مغازة انا حبها كلها مقلية بصراحة بتاعبين دي انا حبها كلها مقلية بتبقى حلوة ولطيفة تعالوا مع بعض نقطع التعبان علشان نبدأ ان احنا ايه طبعا الديل ده انا مش عايزه مالوش عوزة نقطعها كده حلوة زي الفل ده فيه حتة هنا انا عايزها ناخد التعبان التاني ده من غير الرأس انا برضو مسحابه زي الفل همسك التعبين دي مش هتتبن زي ما هي كده هتاخد صدمة نارية في النار حلوة الكلام؟ اه مع بعض كده واحدة واحدة عشان نشوف نعمل ازاي طاجن التعبين طاصة شديدة الحرارة على النار انا اتعطيها جيزة لها بالشكل ده كده التعبين دي ما كنا كلها مالية التعبين ده ممكن ناكله زيت ولمون ناكله مشوي ناكله طاجن بالفريك لطيف وجميل زي وزي العكاوي فالتعبين نقدر ناكلها بكذا طريقة انا حابب النهاردة نعمل معاها شوية رز طاجن برام يعني ونشوف نعملها مع بعض ازاي بتفاصيل صغيرة في البيريكس الازاز او الفخار حسب الرغبة التعبين معانا جاهزة وزي الفل اللي هبدأ اتبّلها بشوية تومة بشوية توم وفي الآخر هنديها صدمة نارية في قلب الطاصة اه دي الطاصة هنا او البيريكس بتاعي بحط شوية توم طازة حلو قوي وحط عليهم شوية كمون وشوية كزبرة وشوية شمر ايه هو الشمر يا شيفي بزور الشبت ايه زي الفل والبابريكس بتاعتنا نتبّلها عادي وشوية الكمون والكزبرة ده بالنسبة للتوابل حلو الكلام ونحط شوية حبهان وشوية فلفل السود وزيت كده على التدبيلة اللطيفة دي علشان تدينا شوية شربة حلوين الشربة دي عم يشيف هنستعملها في ايه؟ هنستعملها في الرز حلو الكلام اه ودي الفلفل السود ودي الملح دي الخلطة والتدبيلة بتاعت التعبين زي ما هي كده بنقلبها بالمضرب اعتقد ان التعبين من الاكلات او من نوع الاسماك يعني الكبار بيحبوه يعني الاطفال اعتقد مش بيحبوه قوي الاطفال يحبوا الجنباري يحبوا الكلمارية يحبوا الصبيت لما التعبين دي يعني مثلا والدي رحمة الله عليه كان يحبها يحب يأكلها طاجن بالدمعة وبالصلصة وساعات بالفريك والفريك ما يحب الشريك التدبيلة دي زي الفل معنا اه عملتها ازاي عم نشيف تاني كمون وكسبرة طوم طازة سبك من البودر ده ما بيديش طعم في السيفود إلا لازي تعملي كرز بمقل يعني بيخش معاديه والتوبنج بتاع الخلطة وحطينا طبعا شوية بوهارات الكمون والكسبرة والحبان والفلفل السود والبابريكا وشوية زيت هناخد التعبين نغرقها في التدبيلة دي اهو بالشكل ده كده نمسكها كده لغاية هنا زي الفل احنا ممكن نقليها هنا تتحط في الديه وتطلع من الديه على الزيت عشان لو هتحب تعملها مقلي اهو بالشكل ده كده هي جاهزة هتخديها تحطها في الديه لمدة عشر دقيق تطلع من الديه تنزل في زيت غازير تقليها على مرتين المرة الاولى تاخد الصدمة وبعدين تطلعها من الزيت رايحها شوية لغاية لما تبرد وبعدين تنزلها على الزيت شديد الحرارة تتقلي معاك وتبقى كريزبي وزي الفل ده التعبين زي الفل عندنا الطاصة بنحمرها هنا كده والله ايه الحلاوة دي حلوة زي الفل والارض الفلفل ده كده معانا رز شوف بات ركاية الحلوة اللطيفة شوفنا التعبين ايه الجمال دي هناخد الرز بتاعنا وننزله في قلب التدبيلة بتاعت الايه التعبين حلوة ايه ايه الحلاوة دي عمش شوف بنفس الطريقة دي كده ونقلب الرز في التدبيلة بتاعت التعبين اه مكان ما انا متب للايه التعبين اه اليوم يشرب من التدبيلة شوية اه وانا شغال كده اه واحط شوية زبدة على الرز كزي معايا عشان هنا في خبرة طهوية عالية جدا اه اه الرز انا بحضره للتعبين وعندي ماء مغلي اللهم صلى على النبي بس خلاص اللهم صلى على النبي بحضره اصبر على رزقك يا طيب اه ده ماء مغلي تدبيلة الرز مكان تدبيلة التعبين وانزلت بالماء المغلي عليها معا شوية زبدة طب ينفع السامنة البلدي لا زبدة اه ونسيبهم كده على الجنة ونقلب التعبين بتاعتنا الله ايه الحلاوة دي ايه الجمال دي اه حلوة غير دلوقتي زي الفن زي ما احنا شغالين كده اه بتاعبين بتتحمص بتتقلي ما بتاخدش وقت كبير في السوا حطيت الرز في مية مغلية اصبح ان هو جاهز بحضره اه زي ما انا شغال كده اه دابة الزبدة الرز خاد نفس الطعم وانا شغال اه بزبط شوية الملح للرز بتاعي فكرة عمل التعبين طاجل في الرز حلوة اه التعبين كده اتحمصت وزي الفن ليه حمصتها يا شيف وليه حمرتها علشان تبقى شخصيتها قوية في قلب البرام زي ما انا شغال كده زي الفن اه هعمل ليه بقى هاخد الرز ده كده بسم الله الرحمن الرحيم واجع التعبين الحلوة دي كده اه وانزل كده الله عليك يا ولدي اه زي ما انا شغال كده اه اه حلوة اه واخد شئشاء من المية دي زي الفن مع قليل من الحليب عينية حاضر يا فن اه اه الله عليك ايه هشيف ده ايه ده ده انا هاكل الرز واسيب التعبين دي اللي بيحب التعبين اه وهزة كده 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 واسيبها على نار هادية لغاية لما التعبين اللي كانت عايشة في المية تتعرف على الرز والبيون واللطافة اللي احنا شفناها دي اه دي اه التعبين في الرز بعد تقريبا اه نص سوى للرز او تلت تربع سوى بننقل كل الخليط ده كله مع بعضه ونحطه في البيريكس او في البرام زي ما انت عايزة ومعلتين اشتعلوش واتدخلو الفرد هي دي التعبين اللي في الرز بناكلها بطريقة لطيفة وجميلة وصدقيني هتاكل الرز وتسيب التعبين هناخد بعدين واطلح في فاصل صغير ونرجع بعض الفاصل نشوف نعمل ازاي صنية كابوريا بالخضار انا بعشع الكابوريا وخاصة الكابوريا النتي اللطيفة اللي تبقى محملة لحم ونعرف ازاي تبقى محملة لحم وازاي نعملها مشوية وازأز كابوريا لو ازأزون يا ازأز ايه هنطلح في فاصل صغير اه ترحوا بعيد تابعون ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل والتعبان في قلب المية في قلب الرز شخصيته قوية التعبان كان من شوية تحت تلعب فوق الرز اه شوفت الحلوة شوفت الجمال اه الله انا شخصيا لو انا عمل من الطبق ده هاكل الرز التعبان السمينة اه يعني فيها كروسترول فيها هي ولا الجنباري لا هي لما نحطها في مزان من ناحية نسبة وتناسب مع الكروسترول اه حالو هي ولا الاستاكوزة لا هي انا مش بحب الاستاكوزة ولا بحب الجنباري للامانة والله مش لو سألتني اه انا احب التعبان دي احبها على فكرة واحبها صغيرة واحبها مقلية كريزبي واحبها كمان مشوية زيت ولمون طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الكابوريا وازأس كابوريا نعملها النهاردة صانية بالخدار فلفل الوان بصل بوهرتنا الحلوة والكابوريا معانا كابوريا لطيفة وصغيرة وانا بحب الصغيرة دي بتبقى محملة ولطيفة وتعالوا نشوف نشتريها مع بعض ازاي اه الله ما صلى عنك شوفنا المادير نشتغل في الكابوريا مخرجنا الجميل يلا طيب ناخد الكابوريا ايه ايه الحلوة كابوريا زي الفل اللي في ايه ده هي التقيلة مع الناس صغيرة بس التقيلة عاملة زي ما يكون معاك يعني حاجة كده معدن لها تقل مش بالحجم بالقيمة فالكابوريا صغيرة بس تقيلة ممكن تلاقي كابوريا كبيرة بس خفيفة اللي هو اتدكر منها او البردو النتاية منها فبتبقى حسب الحجم بتاعها كابوريا نتاية مليانة زي الفل بده عارفها بتفاصيلها دايما الكابوريا اتدكر بتبقى الرجول بتاعته زرقة بتمل اللون البلو لا زرق يعني ولون البحر حتى بعد ما بتستوي بيبقى برضو لونها ازرق كابوريا النتي بيبقى اللونها اللون الفوسفوري احنا شايفين اللون ده بس بس بعد ما تاخد النار دلوقتي وتخش في النار هيبقى لونها فوسفوري بتبقى تقيلة في الوزن بتبقى هنا لما نقلبها بالشكل ده في الخياشين بتاعتها بتبقى رفيع دي متشارة الخياشين بتاعتها اهي زي دي كده دي كابوريا نتاية زي الفل اهي زي الفل او اهي اهي بيبقى الرفاعي طبعا ودي عريضة شوية فيها خياشين من جوه اهي الشاكل ده كده اهي علشان ما نتخمش فيها ودي سعر ودي سعر اهي الكابوريا دي لها سعر والكابوريا التانية لها سعر عشان نبقى عارفين تعالوا نفسصها مع بعض ازاي عشان ست الكل اللي ايه اتصلت بنا من شوية نفسص الكابوريا ازاي بص بقى ست الكل الكابوريا تفسيصها وهي ناية زي وهي مستوية عشان نبقى عارفين حلو الكلام؟ حان نشوف الاول التعبين ايه الاخبار؟ الله ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال دي اهه الرزة زي الفل حلو اهو الرزة ده جاهز دلوقتي كده باخد الحلة ده كده عشان ندخلها الفرد الله التعبين مع الرز مع الحلاوة مع الارض الفلفل الرايح جاي ده حطلك التعبين على الوش عشان تشوفها مخرجنا هي اهه احنا هنخلص التصوير ونكل منها سوا طبعا بحط على وشها شوية حليب كده ودخلها الفرد واسبها ايه تعيش في الفرد شوية شوية الروز دول نعايزه زي الفرد الله مصلع عندنا شوية الحليب بنحط عليهم شوية فلفل سود حلو بنحط عليهم مكعبين زبدة وشوية فلفل سود حلوين كده وشوية الملح التمام ده على التحليب اهه ونقلبهم كده ونحطهم على وش الروز وندخلها الفرد اهه ألف هنه وشفة للي ياكل سهلة خارج الموضوع مش صعب وانا بصراحة بنصحك تعملي أكلة السمك في البيت تعرفوا تفاصيلها هتقللي يمكن سعرها غالة شوية عشان كده بتقدر انك تجيبيها وتعملها في البيت تبقى حلوة تكتري بقى الشطة تقليها تشويها حسب رغبة أولادك وقسرتك وديوفك اه تعبين في الروز زي الفل هندخل الطاجن ده النار حلوة الكلام يطلع كده زي الفل بس لازم مرحلة السوا اللي مر بيها الأول حلوة الكلام وندخلوا الفرد في درجة حرارة الله ايه الحلاوة دي اه ده مكانه بسم الله شوف التعابين في الروز اه ايه ايه الحلاوة دي اهو طاجن التعابين في الروز ده الحليب اللي احنا نزلنا بيه ممكن تكون قشطة معها الروز وهنخلىها في الفرن كده تتبخر كلها مع بعديها تعالوا نكمل موضوعنا مع الكابوريا حلوة الكابوريا تتفسس ازاي اه في الكابوريا لازم نستفيد بكل حاجة فيه احنا الكابوريا تتغسل ويه سليمة ويه بالشكل ده كده بعد ما تتفسسيها وتشيل الكفر بتاعها ست الكل ما تعرضهش على مية خالص لمية سخنة ولا مية بردة الكابوريا تتغسل زي مية كده في اه قصرولة كبيرة بمية سعة الاسماك يا اخوانا ما تتغسلش بمية سخنة ولا الطيور ولا اللحمة تتغسل بمية سخنة تتغسل بمية نزلة من الحنفية عادي ولو الجو حر زي الايام دي والمية نزلة سخنة من الحنفية تنزلها من الحنفية وتسيبيها بدرجة حرارة الجو وتبقى لطيفة بس ممنوع منعا بتا نخسل الطيور او القوم او الاسماك بمية سخنة اولا هتبقى زفرة هنفكت جزء كبير من القمة الغذائية بتاعتها والرونك بتاعها كتغسلنا الكابوريا زي ما هي بتبقى معانا بالشكل ده كده تفصصيها ازاي معانا مش عايز افصص دي بس انا هفصص واحدة واثنين عشان خاطر ستة الكل عيني او الكبر له اتجاهين اللي هو جنب عين الكابوريا وبقى اللي بالشكل ده كده بخرجنا الجميلة يا جبه واسد زيت المصور او عيني او اللي هو الاتجاه بتاع الكابوريا او اللي هي الرجول الامامية الكبار بيبقى من هنا لما نجي نفسصها بنفسصها من ناحية التانية او نحية من ناحية الزعانف بتاعتها او البطن بتاعها او زي دي كده مثلا بنجي هنا او الله ودنبطرخها بسم الله ما شاء الله اه اللحم بتاعها تحت منها ده اللحم بعد ما بيستوي بيبقى فصة بيات حلوة كده بناخد الفص الابيات ده وممكن الكابوريا جالتان بنحشيها جوه الكفر ده مع شوية كريمة وشوية جبنة موزرلة واندخلها الفرد حسب الرغبة يعني ده بالنسبة لتفسيص الكابوريا وعشان خاطر ست الكل ان شاء الله الاسبوع الجاي ممكن نعمل الكابوريا جالتاني اللي هي تستوي في ماء مغلي مع بوكي جارني وبعدين نطلحها نخليها بالشكل ده كده كل اللي انا هعمله هحطها هنا في الكسرولة دي حلو وحط عليها شوية زيت زيتون في صانية بتسخن على النار حلو هنخلىها هنا جنبنا ونحط عليها الزيت حلو بالشكل ده كده كابوريا متاخدش زبدة بتاخد زيت وتاخد شوية توم تازة والبهارات بتاعتنا كابوريا تتبيلة دي كده عشان التوابل دي تخش جوه اللحم بتاع الكابوريا فما تحطيش اي حاجة معها غير التوابل دي الاول ونقلبها كده مع عصرة ليمون والشوية الملح التمام اصبحت اللي التوابل دخلت جوه لحم الكابوريا او جوه ما بين الكفر وما بين اللحم بتاعها كده الكابوريا ما فيش زفارة ولا في اي حاجة خالص حلو الكلام هنقلبها كده بالراحة مع فاس سيتوم بالشكل ده كده اه انا هعملها صادية حلوة اوه دي مرحلة خلاص ايه زي الفور هنعمل ايه عم الشيفة انا عايز اعمل صادية الكابوريا الخضار واخد طعم اليودي اللي موجود في الكابوريا وطعم الكابوريا اعمل ايه بقى هنا الخبرة الطهوية سامع واس بنحط شوية زيت في قلب الطاصة اللي هتخش الفورن بالشكل ده كده حلوة اوه وارس الكابوريا فيها قل لي ولا تخبيش يا زين اشتجو للعيل للعيل اه بالشكل ده كده اه الله على الريحة القشريات زي الكابوريا زي الجنبري زي الاستاكوزا بيبقى لها طعم مميز عندي التوابل اللي انا متابل فيها الكابوريا باجيب الفلفل الجميل الحلو ده كده باجيب البصل باجيب الطماطب ونشتغل فيها حلو الكلام نبدأ ان احنا نقطع الخضار ده كده بداية من الطماطب بنسقطها في نفس التدبيلة كابوريا هنا في الطاصة ايه فكرة انك تحطها في الطاصة مع شوية زيت بتنزل البيون بتاعها والبهريز بتاعها فلفل انا شخصيا هاكل الخضار واسب الكابوريا للي بيحب الكابوريا وازاي اطلع طعم الكابوريا في الخضار ايه ده الخبرة اه ده الفلفل اخدر احمر اصفر كل انواع الفلفل عندك ممكن تحط فلفل حار حسب الرغبة ناخد كل الخضار ده كده عندنا فلفل اصفر كمان مهم جدا وانت بتقطع الخضار ده بتضغط فيه من جوه بالشكل ده كده والخضار يتغسل قبل التاطيع بش بعد التاطيع اه كل ده خضرة وانا عارف اخرجنا الجبيل يعشق الالوان الحلوة كل انواع الخضار ممكن تحط الكوسة على فكرة ممكن تحط سبانخ لا مينفعش بطاطس بطاطس احنا هنعملها لوحدها دلوقتي بصلها الحلوة دي كده اخدها كده دي التدبيلة بتاعت الخضار بتاع الكابوريا في قلبيها كده الف هنا وشيفها شوية التوم الطازة الله تعالى يا كرافس ملك الاسماك في قلبيها كل الخضرة دي عمشيه في كل الخضرة دي والكابوريا هنا ايه بتتعزب حلوة اولا مش هنحط حاجة غير شوية ملح بس صغيرين على التوابل بتاعتنا الجميلة زي الفل ونقلبها كده مكان تدبيلة الكابوريا اه 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 ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده اه تدبيلة الكابوريا في نفس الكسرولة بتوم زيت زيتون وشوية بهارات بهاراتنا بابريكا شوية كاري او كركم والكسبرة والكمون والشمر اه والخضار هنا ايه التابل قصة عمل الفاهيتة بالزبط حلوة كلام زي الفل هنعمل ايه عمشيه واحنا شغل مع بعض كده واحدة واحدة هنا بقتل الكاية هنا الخبرة التهوية سامعهوس كابوريا بالشكل ده في النار طبعا مش عايز اقلبها غير مع حضراتكم باذن الله عشان نشوف الالوان الحلوة ورحة اليود الجميلة بسم الله الرحمن الرحيم نجيه على الكابوريا كده ونقلبها مع بعض اه بص على الحلوة بص على الجمال اه هو ده هو ده وانا شغال كده كابوريا هنا اتحمصت زي الفل كل الكسة باخد شوية مية مغلين الله 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 اه اه اغطي اه خليها دلعها يلا هو المفروض نغطيها شوية لا مش دلوقتي هو ده الكلام بق ده الكلام بق طيب خلا نطلح فاصل صغير ونرجع بعض الفاصل تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعب جديد اهو هتروحوا بعيد تابعونا COPs وا scal اهلا 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 ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد اللهم صلى على النبي هو ده تعالوا نفتح الكبورية دي بقى ونشلها من مكانها عشان نشوفها نعمل ايه شفت حاضر يا فان حاضر حاضر يا فان شفت الحلوة دي شفت الجمال ده يستوت كده تقريبا يعني نقول نسل سوا لو تقيلة يعني شايل حاجة تقيلة اه اه هو ده دول الباريس الله عليك يا هو ده سنة شابط صغيرة شفت بات ركاية هنا اه هو ده مع انه حرامي اه بس من غير الشوية الشابط اللي حطوهم دول اه دول خدونا فكانت تدخلص اه يسبقونا كده يسبقوا الخضار حلوة الكلام؟ اه هو لا اه هو ده بعل انا هاكل الخضار والله اه هو ده كده هنعمل ايه؟ نقلك كده لطيف خالص اه على النار كده اخبر النار دي خط على النار شديدة زي دي كده اه هي دي اه ها وناخد الكبورية بتاعتنا بالرصها هنا كده شفت الجو ده كده بقى اوه ده ها واندخلها الفرد حل طلع الرز المعمر اللي هو بالتعبين اه ركب اللون الفسفور ده باللي عليك اه استهل الحب ولا لا؟ صنيف كبورية تستهلها بخرجنا اه اه كل السادة المشاهدين مكعبين من الزبدة الشكل ده كده السيفود له علاقة قوية جدا بالزبدة والكريمة اللبانية اما السمنة البلدي بارئة من السيفود اسشان نتكلم كلام واقعي الزيت والزبدة اه والكريمة اللبانية اساسة طبعا والكريمة الحبودة والجبنة المزارلة دي منتجات الالبان بالنسبة للسيفود اما من منتجات الالبان السمنة البلدي فهي بارئة من السيفود مين بيقول الكلام ده المدرسة المغزية تعالوا مع بعض الكبورية خلاص جاهزة تعالوا نطلع الرز اللي جاهز في الفرن بيقول ايه بقى الرز اه برضو هناكل الرز ونسيبي التعبي الله ايه الحلاوة دي عاملش بسم الله الرحمن الرحيم يلا دلعها بقى التعبين يا كان شكلها وهي لسه مش مستوية او نية تخوف انما دلوقت في قلب الرز زي الفل ويا سلام عشوات الرز اللي هم مجورين للتعبين قول لي هتجيب ايه ولا ايه هتجيب صريتي الكبورية اللي عايز او في جنبها كده هغزيلها للصبح ولا هنجيب التعبين المدفونة جوه الرز اللي هي اللحناش بيسموها بس انا ما احبش كلمة اللحناش يعني بقول تعبين سمك التعبين الضف يعني او اللحناش بيسموها بعض اللي ايه الشباب الكبورية تمام ادخلها الفرن الكبورية ايه الجمال والحلاوة دي ايه هو ده زي الفرن وانا ادخلها الفرن يلا افتح يا سمسم حلوة او بس انا عايز اعمل حاجة للامانة انا بحب اعمل حاجة واعملها ايه زي ما قال المغازية. دي طماطم. مش معجون طماطم من فضلك لأ. طماطم مضربة في الخلاطة. هتجيب طماطم يطبشوريها وتحطها كده. ده فعلة ما نشتغل الشغل بايه الصحة. وتشرب شوية بهريز نزلين من الكابوريا مع الخضار. وانسيب الكابوريا اللي اولاد يأزازوها. تضيعوا وقتوم عليها. وانتي تاكل الخضار اهو. دلعها. هندخلها الفرن دلوقتي. بعد ما ندخلها الفرن. هنشتغل مع بعض. صلطة البطاطس. باللي ايه عمشيف? بالمايونيز. ايه اللي انت حطته ده عمشيف? ممكن يكون روزماري. ممكن يكون زعتر. ممكن يكون نعناع اخضر. زي ما انت عايزة. زي الفل. الصورة الجمالية بتفتح النفس. شوفني ولا تأكلني. حلو. يلا بينا. يلا بينا على الفرن. والله انا عارف انا عارف انا. تفاصيلها. تفاصيلها. لسه كل ما اقعد جنبها عامل زي الرسام. عامل زي بيكاسو. كل ما اقعد جنب اللوحة اضيف ليها. هو ده. لغاية لما تخش المعرض. اه. عاد. زي الفل. اه. اخيرا روزي عني وقالي دخلها الفر. اه. زي ما هي كده. اه. الله. لو بتغلي من تحت اخد بالك التفاصيل دي اه. تعالي يا حلوة. الله مصلى عنك. نعم. لا السر في الطاسة والمغازي جاب الخلاصة. مخرجنا بيقول لي تدخلت التعبير ليه? وهي نايمة من ناحية بطنها. من الكفر من فوق. ده كلام كبير. يا طولة شرحه. خلي بالك. علشان لحم الكابورية وغزل كابورية وخيرك كابورية في البطنية بتاعتها. اما الكفر ده ملوش عوزة. فانا ابعرضه طبعا للشكل الجمالي من فوق. ولكن وارد انك تقلب واحد وتخلي واحد. والتعبين الجميلة الحلوة اللي قدام حضراتكم دي طبعا انا قطعت الارض نفلف الحار مع الزبدة مع الكريمة لطيفة زي الفور اللي هناكل الروز ونسيب التعبين. تعالوا نعمل صلطة البطاطس الحلوة لاطفالنا الحلوين بالمايونيز. مع البقدونس هنشوف نعملها مع بعض ازاي ممكن نعملها قالب. نعملها صلطة. اه يعني مش كل يوم بطاطس مقلية. حلو الكلام? اه. مقدرة على الشاشة. بطاطس صلطة بالمايونيز. ايوة بقدونس وفلفل وزيت زيتون وعصر لامون ومايونيز. طيب. دايما نشوف المغازة بيطلع لنا بالبطاطس مسلوقة بالاشرة بتاعتها ومتقشرة. دي مدرستي. ليه? انا بقى ان انا اسلق البطاطس بالاشرة بتاعتها. يا اخوانا. يا حبيبي. يا كل احبايا على شاشة القناة الاولى والفضان المصرية. عشان احافظ عن النشويات والكاربوهدرات اللي موجودة في البطاطس. من الاخطاء الشائعة ان احنا نمسك البطاطسية نقشرها ونقطعها مكعبات ونسلوها في مياه. واكتر بقى يعني يعني الحاجات اللي ممكن تزعل واحد نصف مية البطاطس. ايه ده? ده ينفع الكلام ده ما ينفعش. هعايزة تسلقيها بعد ما تأشريتي بتحط عيار المية على عيار البطاطس بالزمن. يبقى البطاطس تهرسيها في قلبه ميتة. هي نفس المدرسة. بس منين بقى كلام ده لازم تكون عارفة مقاس المية ونسبة المية بتاعت سال البطاطس. انا باوجع قلبي في الكلام والنصايح علشان لما بشوف حاجة بازعا. البطاطس بتتسلقش في مية وتترمو ميتها. والمقارونة وتترمو ميتها. نستفيد بالمية في البشاميل. نستخدمها في السوسات الويت سوس في سلسل طماطم. ده المفروض. ونسلقو المية في شوية مية على ده بالزبط على كمية المقارونة. ده المطلوب. تعال نقطع البطاطس دي كده. بالشكل ده كده. مكعبات. ها. زي الفل. وبعدين لما تبرد تتحكم في طاطعاتها. وبعدين اقولك على فكرة حلوة. البطاطس لو انت سلقتيها بالقشرة. تحطها في التلاجة. تقعد معاك يوم واثنين وثلاثة تستخدمها زي ما انت عايزة. وهي بقشرتها. تقشريها كأنك لسا سلقاها. انصحك. انك لما تسلوه بطاطس. كمية يعني وعازة تعملها لأولادك. بيحبوها. سلطة بيحبوها مع المونيز. يحبوها مع البوري. يحبوها مع الكفتة. بيحتفظ بالكمية الباقية من سلق البطاطس بالقشرة. وبعدين تقشريها ووقتي ما تحب تستخدميها. بتعملي طبق شربة. بدل ما تحطي نشا. وتحطي ديه في قلب الشربة. يلكمنا وما عرفش نكمل الطبق. جيب البطاطسية صغيرة بشريها وحطها في قلب الشربة. هتديك نفس المعنى ان هي تدي قوامل الشربة. اه. بطاطس بتقطع بالشكل ده كده. مكعبات. اه. دي سلطة البطاطس. بالمايونيز. من الحاجات اللي هي بتبقى على الطاولة وعلى السفرة في آآ اكلات الاسماك. زي الطحينة زي التومية. زي بابا غنوج. اه. بالشكل ده كده. طب اعرف ان البطاطس سلطة ازاي شيف. ده كلام حلو اه. هي عن نار بتسلقيها. ولكن نفضل انك تغسليها طبعا كويس. قبل ما تحبتها في المية. على النار. وتسلقيها بعد ما تسلقيها. بشوكة كده بتضربها في قلبيها. دخلت الشوكة بسهولة. اعرف ان هي ايه استوت وزاي الفن. اما يعني وقت الطايم بتاع سال البطاطس نص ساعة على النار. ازا كان البطاطس متوسطة الحجم زي اللي معايا دي كده. البطاطس متحبش النار الشديدة. هي غلية سباع نار هادية بقى. حالو الكلام؟ اه. متفتكرش لما تعل النار كتير او البطاطس ستسوي معك بسرعة. خلي بالك. نشيل كل ده هنا. وتعالوا نغرب سلط البطاطس دي بتراية حلوة. تعجبك. اللهم صلى على نجيب دها السلفز حلو كده. نعم. والله هي الكابورية في الفرن. حابب نطلح نطلح. انا ما عديش مشكلة. بس نسيبها شوية. ده مايونيز. الله. انا بعشق المايونيز مع البطاطس او السلطة الروس صلاة. ايه الروس الصلاة عمش شيف? بطاطس وبسلة. ممكن نحط لها جزر مع بيض. ومايونيز. باقدونس مفروم. حط باقدونس زي ما انت عايز. بس مش الجدور بتاعت الباقدونس او العروق بتاعته. وراء الباقدونس. مش العروق. والباقدونس يا وختي يتغسل ده لمون. والباقدونس يتغسل قبل التقطيع. مش بعد التقطيع. ده مهم جدا على فكرة. حلو. نحط زيت زيتون. بسم الله الله. زيت زيتون يعني بالكمية العادية وزود شوية. زيت الزيتون على فكرة زيت الزيتون بيعالج الامساك. في امساك طبق فول حلو. غرائي زيت زيتون. هتدعيلي. في امساك ناكل التين. ناكل الزبيب. نازق الزبيب كده وحنا عادين بنتفرج على القناة الاولى. دي بهارات اه. انا بتكلم عن الحاجات اللي بتعالج الامساك. شوية الملح التمام. نعم. عادر يا غالي. طلع لك الكابوريو. والله يا بص انا هيستوت. بس انا عارف انك عايز تغزيلها. ارجع دي ورا شوية. شوفت ما انت علمتين ايه? اه. وناخد الكابوريو في الخطوة. الصفوف الامامية. بسم الله. قل لي ولا تخبيش يا زياني. واز از كابوريو. اهي. الله. تتاكل ازاي دي? اه اقول لك با. تتاكل دي على ثلاث طرق. رقم واحد. اصفي الشربة بتاعتها في كوبايتين حلوين كده. وبالف انا وشفها. والحبايب اللي هي الشربة اللي نازلة منها. رقم اتنين. عندنا رزة ابيض. باجيبش وقت رزة ابيض بالزيت بس من غير اي توابل. واخد الخضار اللي تحت الكابوريا يقلبهم معاها. وقال فانا وشفها. وبعدين لما الواحد يشبع خالص يقعد عالكابوريا دي از ازها. يعني وتحصيل حاصل. حالو الكلام? عايز تستفيد بها انت? ده موضوح تاني. ولكن اي من البيون اللي نازل من الكابوريا. وفي نفس الوقت الشوية الخضار اللي نازل منها. هنقلب الصلطة دي كده بسرعة. عشان وقتنا خلص. بعد ما حطونا علىها التوابل والمايونيز. صلطة شكلها حلو. المايونيز هنا بيلم كل ده. بيغلف البطاطس بالمايونيز بتشيل من التدبيل الحلوة. اهو. ايه الحلوة دي? قفيد من اللي نحنا نقليها ونحمرها في الزيت يعني. ايه راي? مرة كده ومرة كده. انا شخصان بحب البطاطس بحمرها. وحبها تتعامل في البيت ما تتبقى ايش اللي هي جاي في الكياس. احبها جدي انا احب البطاطس اللي هي تتقشر وتتقطع صوابع وتتقلي في الزيت. زي الفل اه. حاضر يا فانت. تعالوا نغرف الصلطة الحلوة بتاعتنا دي كده انا. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن مع شوية خاص. مع شوية بالمدرسة المغازية. كبوريا صانية شفنا التكنيك العالي والتفاصيل الدقيقة لعملها. وعملنا الرز او التعبين المتفونة في الرز دي المسمك بتاعها. او برام الرز بالتعبين. وعملنا صلطة بطاطس بالمايونيز لأولادنا الحلوين. بألف هنا وشفة. التكلفة دي موجودة ودي موجودة. ولكن حسب عدد افراد الاسرة بنشتري الكمية اللي احنا حبنا. يعني نقول مع بعض بصوت عالي وبثقة. رؤية فن ابداع. بتشوفوا كله مع شاشة القناة الاولى والفضياء المصرية من ماس بيرو. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة